عرفنا شن شلون يشتغلون دول المزورين تجي جنابك انت تقدم على معاملة مع الضحايا الرحاب على سبيل المثال مصاب مصاب حقيقي انت انت مصاب حقيقي تجي تقدم ملفك تقدم ملفك صادق على اللجنة الفرعية على انه انت شنو مصاب وعندك نسبة عجز مثلا 70 او 80% على سبيل المثال المزورين شي يسوون بعد ما يصدر القرار من اللجنة الفرعية شي يسوون بالبركود سمونا هذا البركود يجون يجيبون شخص اخر يردون يمشون لمعامله هم يجيبون الورقة مع البركود يخلونها بمعاملتك زين الورقة مع البركود صارت باسم والمعاملة كلها اسم اخر فبالتقاعد اللي متفقينوا ياهم معقبين متفقين وهي التقاعد الانبار على انه شنو من تجيكم المعاملة شتمشون انتم امشوا على معلومات البركود لا تمشون على المعلومات الاضبارة فشي يصير يمشي الراتب على الورقة هذي والاضبارة تنحمل ورا فترة شي يسوون استلم هذا المزور استلم راتب واستلم فروقات طبعا في سرعة تنصرف لليش لان هذا دافع لقدام موصبية موصبية تنصرف لفروقاته وراتبه وكذا ورا فترة شي يسوون هاي ورقة هي يجي بالورقة يتلف هاي شك فش صار اللجنة الفرعية مصدر قرار اسم شخص باسم شخص احنا منندز الاسم نندز الاسم ما البركود لهذا ولذلك اللجنة الفرعية ما عدهم اسماء زين الاسماء ما عدهم اسماء البركود عدهم اسماء الجان الحقيقية اللي صادقوا عليه حسنا خلينا افتهمهم المشاهد ايران نعم اللجنة الفرعية هي اللي تبعث الاسماء الى المؤسسة احسنت زيني شون مرت عليه احنا شسوينا اولا نقلنا هذا البركود خلال اجراءاتنا يعني التدقيقية والاحترازية نقلنا البركود من الانبار الى بغداد نقلنا فبعد شنو المعاملة تجي من الانبار يمنى بعد تدخيل البركود طبعا من اجيت هم لقيت اكو خلل سوينا اجراءات احترازية الآن ضمننا بانه بعد ما تدخل المعاملة مزورة اللي سابق اللي ثاني صير شنوه هاي الارقام ما البركود من يصدرها صدرها هيئة التقاعد الوطني دسه الى مؤسسة الشهداء انه يا مؤسسة الشهداء هاي ارقام البركود مثلا فات خمس ارقام خاصة بالانبار زين خمس ارقام خاصة من اين هو خمس ارقام خاصة خمس يعني ارقام باركود ذني قبل ما وصل المؤسسة الشهداء وين وصل وصل للمعاقبين باتفاق باتفاق جئت مرة قاعدت ويل اخ اياد استاذ اياد رئيس الهيئة الساغر قلت له استاذ اياد التقاعد اياد الجهولي اياد الجهولي قلت له استاذ اياد هاي البركود قاعد يتسرب للشارع فقال شنو اجراءاتكم احنا ما عدنا مانا قلت له نسكون نسوي اجراء بحيث نحكم هاي القضية مو صحيح بانه المعاملات تبقى تسرب هاي الطريقة قالاني حاض فوقفنا البركود تقريبا شهرين قلت له خلنا نوقف البركود لحين ما نسوفت الالية مناسبة لل سوينا كانت على الانترنيات اكو الالية يسمونها الانترانية الانترانية هذا ربط مباشر بين المؤسسة و بين التقاعد بحيث بعد المعاملة بالتقاعد يعرفها بالتقاعد انه جاي من المؤسسة وجاي من خارج المؤسسة صارت هاي الالية فبعد قلت له كملت قاعدت كملت و ربطنا انترانية و اجاو تقريبا خلال شهرين فقلت له افتح جاب لنا البركود جاب لنا الاسماء الارقام البركود الجديدة جاب لهم اليه خليتهم يمي ما وزعتهم خليتهم بجيبي صدق بالله حطيتهم بجيب وخليتهم حتى البيت ما وزعتهم يتخنكش في القضية فاخذتهم البيت ثاني يوم اجيت للدوام قلت له اطلق قلت له افتح البركود افتح البركود فتح قلت له افتح البركود احنا بعد الارقام صارت يمنى و افتح ثاني يوم اجيت قلت لهم تابعوا لي حركة البركود البركود اكو معاملات قاعد تدخلهم اكو بنهار واحد دخلت خمسمائة اسم خمسمائة اسم منين من الشارع من الشارع من الشارع يعني شون من الشارع يعني البركود تسرب يعني البركود ارقامه يمك لا هاي يمي مالة المؤسسة بس هم مالتهم موجودة يمهم فهم مباشرة اللي انطاكيهن اياد الجهود نعم 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 يعني راحا الى الاخر بضبوط احسن مؤسسة صار الشكل فشنو يتسربن يتسربن و يتقاعد يتسربن و يتقاعد كما هو الحال سابقا كانت تتسرب زين فقلت له انتظروا ثاني يوم دخلت ثمانمية خابرت استاذياد قلت له استاذياد احنا البركود مال تهاي بعد هي ما دخلنا اي اسم هاي البركود هاي الاسماء من ين دخلت فالرجل وقف الثمانمية اسم احنا طلعناهم طلعنا الثمانمية اسم والخمسمية والخمسمية دهزيتهم الي قلت له هاي الاسماء اللي داخله اكو واحد لو انت بسرب له لا لا احنا ما بسربين اي اي يعني هسه من يجي غريب فقلت لذين نوقفهم لانه ما داخلت عن طريق المؤسسة و انا كمؤسسة البركود مال تهادة لحد الان ما نمزحون على ولذلك آليتكم غلط و الآلية السابقة و الآليةكم كلها غلط انه الانترانية ما يعني ما محفوظ وبالتالي صارت هاي الفوضى العالمة هذا مثال مثال هذين هسه صار مثالين هسه مال البركود و مال النقطة اي اسم الثلاثة و النقطة اي اريد اسمحها لهذه القصة لنهاية بلا اكو ملف اسمه ملف في الهيئة القضائية بالانبار قبل ما تروح الملف في الهيئة القضائية اي انت قلت للسيد اي اي لا توقفت توقفت و حكمناها توقفت توقفت شي تبين منه بالتقاعد الفاسد اللي يوزع الباركود رفعنا القضية للنزاهة اي احنا رفعنا القضية للنزاهة اي للرقابة المالية اي للإدعاء العام و بنحشي لك هاي الكلام كلها مثبت في كتب رسمية قبل ايش قد قبل تقريبا سنة ونص زي الحرام وطلع لا ما صارت اجراءات الجوز صارت اجراءات بس انا ما عند علم به اهتمال هيئة النزاهة محققة اي و رحت انا بنفسي لهيئة النزاهة رحت بنفسي للرقابة المالية و قلت لهم اكو ملفات فساد كون تحققون به ابو الاياد ببكته نعم متعاون وياك في هذا الملف بالفترة الاخيرة رجل يعني تعاون موضوع الباراكود موضوع كشف الملفات بس في كثير من الامور بصراحة ما كان متعاون حقيقة يعني موانا يعني على سبيل المثال اي احنا جون عوائل الشهداء يقولون احنا انه فروقات بتهيئة التقاعد الوطنية فروقات شنو ما راتب التقاعد ما قاعد يصرفون هل فش يسوي انا مني جين عائلة شي يسوي اقل لقدم طلب حتى نرفعه اليك الهيئة التقاعد الوطنية حتى يصرفون فروقاتك انا وي استاذ اياد مخاطبة ما يقارب يجوز مئات الكتب ولا كتاب جاوبني عليه بصرف الفروقات ولا كتاب فحاتبته قلت لستاذ اياد هاي كتب ليش ما تجاوبه قال لا قاعد نجاوبه اخر لقاء جمعني به في لجنة الشهداء صارت استضافة استاذ احمد الجبوري رئيس لجنة الشهداء استضافنا استضافة المؤسسة وهي التقاعد وانا كنت ما اخذواياي نماذج من الكتب فيما يتعلق بصرف الفروقات التقاعدية وحيشيتوايا وما متعاون في هذا الموضوع عبد اشتركوا في القناة